شكرا شازلي أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي انفتاح مصر نحو طعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة مع قطر ودفعها إلى أفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع أمير قطر تميم بن حمد الثاني في الدوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي والأمير تميم بن حمد عقد مباحثات منفردة عقبتها جلثة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين حيث أشادر أمير قطر بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين معربا عن تقديره للجهود المصرية الدعمة للشأن العربي والخليجي على كافة الأصعدة مع التأكيد على حرص قطر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة الإستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الإستثمارية المتاحة بها أكد الرئيس السيسي أن القمة العربية القادمة بالجزائر تنعقد في وقت حساس تمر به الأمة العربية التي تشهد العديد من الأزمات والتوترات وشدد الرئيس السيسي لوكالة الأنباء القطرية على حتمية استعادة عدد من المبادئ والمفاهيم في المنطقة العربية وفي مقدمتها التمسك بمفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول وفقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون من شأنه أن يعزز بشكل كبير الدعم العسكري الأمريكي لتايوان بما يشمل مخصصات بمليارات دولارات كمساعدات أمنية إضافية وحصل المشروع القانون على تأييد 17 صوتاً فيما عربت خمس أصوات عن معارضتها للتشريع مما يمهد الطريق أمام إجراءات التصويت على مشروع القانون في المجلس بكامل هيئته وتأتي الخطوة الأمريكية وسط ضغوط متزايدة من الصين على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي تبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة غداً اقتراحاً من الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينسكي لمخاطبات الاجتماع السنوي لزعماء العالم الأسبوع المقبل وذلك عبر مقطع فيديو مسجل مسبقاً وقال تأباثة أوكرانيا في الأمم المتحدة أن زلينسكي لا يمكنه المشاركة شخصياً في اجتماعات الجمعية العامة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن سيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينسكي تعرضت لحادث مروري في كييف لكنه لم يتعرض لإصابات خطيرة وفي بيان له قال المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرجي نيكروف أن الأطباء المرافقين للرئيس قدموا مساعدة عاقلة لصائق العرب المتسببة في الحادث ونقلوه إلى سيارة إسعاف مشيراً إلى أنه تم إجراءات فحوصات طبية للرئيس حيث لم يتم العثور على أي إصابات بلغة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات البحرية الروسية ونظيرتها الصينية تقوم بتدريبات مشتركة في المحيط الهادي وأوضحت الوزارة أن التدريبات تشتمل على إجراءات مناورات تكتيكية مشتركة لتعزيز تعاون البحرية بين روسيا والصين ودعم السلام والاستقرار في منطقة أسيا والمحيط الهادي ومراقبة السواحل وحماية المواقع الاقتصادية البحرية الروسية والصينية توجدت لعبات المصارعة المصرية سمر حمزة بالميدالية الفضية في نهاية منافسات بطولة العالم للمصارعة وزن 76 كيلو جراما والتي تقام بسربيا وتعد هذه المرة الأولى لمصر التي تحصل خلالها على الميدالية الفضية في تاريخ مشاركات النساء باللعبة وكانت سمر قد وصلت إلى نهاية بطولة العالم بعد التغلب على أستونيا بنتيجة 3-2 في نصف نهاية البطولة اختتمت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في دور أبطال أوروبا حيث خسر يوفانتوس الإيطالي أمام نظيره بين فيكا البرتغالية بنتيجة 2-1 فيما سقطت شيلسي الإنجليزي في فخ التعادل أمام ضيفه ريد بول سالسبورج النمساوي بهدف لكل منهما وحقق منشستر سيتي الإنجليزي فوزا مستحقا على حساب بروسيا دورتموند الألمانية بهدفين مقابل هدف كما حقق ريال مدريد الفوز على ضيفه لايزبيرك الألمانية بثنائية نظيفة وفاز ميلان الإيطالي على ديمانو زغرب الكرواتي بثلاثة أهداف مقابل هدف انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح خيريا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة